أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرعة مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ما أوذر آباؤه فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثره فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في حاناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمهون وجعلنا من وبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبسرون وسماهن عليه ما أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما توظر من اتبع الذكر وخشير رحمن بالقيم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء وحصيناه في إمام مبين واترب لهم مسلا أصحاب القرية أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اصنين فكذبوهما فاعجزنا بصالصها فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أرعتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء وإن أرعتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتكرنا بكم لإلا وتعتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا وطائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لعابن الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من غدونه آلهة إن يردني الرحمن بذوق إلا تغني عني شفاعته شيئا ولا يوقفون إني إذا لأفي ظلال مبين إني آمات بربك فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غخرني ربي واجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون أولم ألموا يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإذا كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخبرنا وأخرجنا برحى حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشقرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبذ الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعاية لهم الليل نسلخوا منه النهار فإذا هم مظلمون فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ظالك والشمس تجري لمستقر لها ظالك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آذك العيوق العرجون حتى آذك العرجون القديم لا الشمس ينبطي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق المهار وكل غفيف لك يسبحون وآية لهم أننا حملنا صفيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقزون إلا رحمة منا ومطاعم إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أغفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتحموا من لو يشاء الله أطاعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقول أنا متى هذا الوعد إن أكوتم صادقين ما يعزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسيتها ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخا في السور فيذا هم من الأحباس إلى ربهم ينصلون قالوا يا بيلنا من بعثنا منها مرقدنا منها مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلين وصدق المرسلون يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تزلموا نفسوا شيئا ولا تجصون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكبون هم وأزواجه في ظلاله على الأرائك متكئين على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون صلاة قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لفوا عدو مبين ونعبدوني هذا خرات مستقيم ولقد أضل منكم وجب الله كثيرا أفلا أفلا وتكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكتبون ولو نشاء لتمصنا على آيونه وفاستبقوا الصرات فأما يبسرون ولو نشاء لما استخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمرون كذ نكته في الخلق فلا يقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرعان مبين ليوذر من اتبع ليوذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام وفهم لها مالكون وزلها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيه منافع ومشاربه أفلا يشكرون واتخذوا منها دون الله آلهة على أن لهم ينسرون لا يستطيعون نفعهم وهم له جند محضرون يحزنك قولهم إنا نعلموا ما يصرون وما يعلمون أولم يرى الإرسال أما خلقناه من نتفة وفعذاه وخصيم مبين فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونصي خلقه وقال من يحيي العثام وهي الرميم قل يحيي الذي أمشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار وفعذاه وكم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن وفيكون فسرحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجحون آمات بالله صدق الله العظيم